اشتركوا في القناة اول في الجغرافية بيكون فيه سؤال الخريطة فاحنا ان شاء الله النهاردة هنتدرب على حل الخرايط وبإذن الله هندمن درجة الخريطة في الحلقة ديت بإذن الله طيب عندنا دلوقتي خريطة العالم زي ما احنا شايفين قدامنا خريطة صماء للعالم وعليها مجموعة من الأرقام وطالب منك انك تكتب مدلول الأرقام ديت رقم واحد أولى القرات المنتجة للقمح والمطاط الطبيعي نشوف كده الرقم فين؟ الرقم موجود على القرات دي طبعا دي قارة ايه؟ دي قارة اسيا يبقى نكتب هنا قارة اسيا هي الأولى في القمح والمطاط الطبيعي طيب لو قلتلك مين أكبر دولة في العالم منتجة للقمح؟ هتقول لي دولة الصين والصين في المكان دوت أهوت اللي عليها رقم 3 هنشوفها دلوقتي طيب بالنسبة للمطاط الطبيعي مين أكبر دولة منتجة ليه؟ هي دولة تايلند ناخد بالنا علشان المعلومات دي بتبقى مهمة ومواضع أسئلة يبقى لو قال لي القرات الأولى في القمح هتبقى أسيا لو قالك الدولة الأولى في القمح هتبقى دولة ايه؟ الصين طيب لو قالك الدولة الأولى في المطاط الطبيعي دولة تايلند تمام تعالوا نكمل أولى القرات المنتجة للطاقة النووية طيب الرقم موجود فين؟ موجود هنا دي قارة ايه؟ دي قارة أوروبا طبعا فنكتب هنا أوروبا ناخد رقم 3 أولى دول العالم المنتجة للشاي والمربية للأغنام نشوف الرقم فين؟ طبعا لسه أيلها دي دولة ايه؟ دي دولة الصين هي الأولى في إنتاج الشاي والأولى أيضا في تربية الأغنام والصين خدناها وقررت معنا في المراكز الأولى في حاجات كتير قلنا هي الأولى في القمح وكمان الأولى في القطن وزي ما قلنا برضو هنا الأولى ايه؟ في الشاي طيب من أهم دول العالم المربية للأبكار دولة بتربي أبكار رقم 4 هنا موجودة على الدولة دي طبعا دي دولة ايه؟ الهند ورغم تربيتها للأبكار لكنها لا تمثل لها قيمة اقتصادية وده لأن الهنود عندهم ديانة اسمها ديانة الهندوسية اللي بتحرم زبح الأبكار يعني ما بيكلوش الأبكار ولا بيكلوا لحمها يبقى لأنهم يعبدونها ويحرموا ايه زبحها؟ طيب تعالوا نكمل أولى دول العالم المنتجة للألمونيوم والغاز الطبيعي رقم 5 هنا على الدولة دي دي دولة الولايات المتحدة الأمريكية تمام؟ هي الأولى في إنتاج الألمونيوم رغم إنها مش الأولى في البوكسايت تمام؟ يعني إحنا عارفيني الألمونيوم بيتاخد من ايه من خام اسمه البوكسايت طيب هي مش بتنتج بوكسايت A بس هي الأولى في صناعة الألمونيوم مدلة بسبب توفر الطاقة وشروط صناعة الألمونيوم متوفرة فيها وكمان هي الأولى في الغاز الطبيعي أولى دول العالم المنتجة للأصواف الرقم موجود هنا طبعا دي دولة وقرة في نفس الوقت دي قرة إيه؟ أستراليا يبقى دولة أستراليا أو قرة أستراليا تمام؟ الأولى في إنتاج الأصواف وبتنتج طبعا نوع مهم من أصواف اسمه المارينو لأنها بتربي أغنام المارينو اللي بتشتهر بالأصواف النعمة كده شفنا الخريطة الأولى تعالوا مع بعض نكمل ونشوف الخريطة الثانية برضو خريطة للعالم زي ما احنا شايفين موزة عليها مجموعة من الأرقام تعالوا نشوف كده مدلول كل رقم هنا رقم واحد ده بيقول لك المحيط المحيط ده غرب الأمريكتين تمام؟ هو غرب الأمريكتين وفي نفس الوقت شرق قرة أسيا وإستراليا يعني هو في المكان ده لو جابه لك هنا أو هنا هو نفس المحيط هو ده المحيط إيه؟ المحيط الهادي تمام؟ طيب ناخد رقم اتنين دائرة عرض ركز وقا كده شوف الدائرة دي ما شايفين أهي بتمر بقرة أسيا بتمر بشمال إفريقيا بتمر بجنوب أمريكا الشمالية دي مدار إيه؟ دي مدار السرطان يبقى نكتب مدار السرطان تمام؟ طيب ناخد رقم تلاتة أولى دول العالم المنتجة للبترول طبعا دي دولة السعودية ناخد رقم اربعة أولى دول العالم المنتجة للنحاس السامي بيشاور على دولة دية دي إحدى دول قرة أمريكا الجنوبية لدولة إيه؟ دولة شيلي الأولى في إنتاج النحاس خمسة أولى قرة العالم المنتجة للزرطان أكبر قرة في العالم بتنتج الزرطان دي قرة إيه؟ أمريكا الشمالية تمام؟ طيب لو قلت أكبر دولة أكبر دولها طبعا هي الولايات المتحدة في الانتاج في انتاج الزرة ناخد رقم 6 أولى دول العالم المنتجة للحديد والرقم موجود في الدولة ديت أكبر دولة في العالم منتجة للحديد هي الصين تمام؟ طيب خلصنا كده الخريطة ديت نركز في الأرقام ونشوف أماكنها علشان نعرف نجاوب صح تعالوا نشوفوا الخريطة التالتة برضو خريطة للعالم ووزع عليها مجموعة أرقام رقم واحد هنا المحيط هنا بقى المحيط في شرق الأمريكتين احنا المرة اللي فاتت خدناه في غربهم وانا دا الهادي طب في شرقهم ده هيبقى الايه؟ هيبقى المحيط الأطلانتي تمام؟ هو في شرق الأمريكتين وفي غرب أوروبا وأفريقيا تمام؟ في الجزء ده كده رقم 2 مدار هنا المدار بقى بيمر بإيه؟ بيمر باستراليا وبجنوب أفريقيا وبقارة أمريكا الجنوبية ده مدار الجدية مدار الجدية تمام؟ ثلاثة أولى دول العالم المنتجة للسكر دي دولة البرازيل أولى دول العالم انتاجة للألبان رقم أربعة هنا محطوطة في دولة إيديات خدناها قبل كده مرت علينا الهند شطار برافو عليكم طيب خمسة أولى دول العالم انتاجة للبوكسايت فاكرين أنا قلت لكم أن الولايات المتحدة هي الأولى في صناعة إيه؟ الألمونيوم وانتاج الألمونيوم رغم أن هي مش الأولى في البوكسايت الأولى بقى في البوكسايت هي الدولة دي أو القردية وهي قرد إيه؟ أستراليا ثاني دول العالم انتاجة للبترول ده رقم ستة ستة موجود هنا الدولة دي طبعا دي دولة روسيا إحنا قلنا الأولى السعودية طبعا في انتاج البترول والتانية هي إيه؟ هي دولة روسيا تمام؟ طيب نكمل كده مع بعض نشوف بقى خراية الدول بالنسبة للدول طبعا مقرر على كل محافظة تلت دول إحنا عندنا خمس دول في المنهج بس مش كلهم مقررين علينا في تلاتة منهم مقررين وبيختلفوا من المحافظة الأخرى فأنت شوف محافظتك إيه وإيه المقرر عندك أنا أحل معاكم خراية الخمس دول ولو انت الخريطة دي مش بتاعتك أو الدولة دي مش تابعة ممكن تماشي الفيديو شوية تمام؟ دي دولة الهند نبدأ كده برقم واحد رقم واحد دائرة عرض دائرة عرض هنا رئيسية بتمر به الهند بتمر في منتصفها كده دي دائرة إيه دي؟ مدار السرطان مدار السرطان تمام؟ دي الدائرة الرئيسية الوحيدة اللي بتمر بإيه بالهند طيب ناخد رقم اتنين خليج والرقم هنا موجود في الجزء دو ده اسمه خليج البنغال طيب رقم ثلاثة ده البحر ده البحر إيه؟ البحر العربي رقم أربعة دولة نبصت كده فين؟ رقم أربعة في الجزء دوت دي دولة إيه ديت؟ طبعا فيه مجموعة دول بتحيط بالهند كتير الدولة أو الرقم موجود في الجزء دوت دي دولة إيه؟ بوتان بوتان طب لو قلت ديت نيبال تمام؟ طب لو كبيرة ديت دولة إيه دي دولة الصين طيب تمام؟ رقم خمسة برضو دولة عايز دولة إحدى الدول اللي بتحيط بالهند دي دولة بانجلاديش تمام؟ طب ورقم ستة دولة مينوار ورقم سبعة دولة إيه؟ باكستان زي ما انت شايف مجموعة دول كتير حوالين الهند يبقى قلنا رقم أربعة ديت؟ بوتان ولو سألك على الدولة اللي جنبها دي طبعا ما عليهاش رقم بس لو سألك لو الرقم كان عندها يبقى دولة نيبال طيب والدولة دي برضو دي بعليهاش رقم بس بنقولها برضو دولة الصين خمسة دي بنجلاديش وستة مينوار وسبعة دي دولة إيه؟ باكستان طيب ناخد رقم تمانية جبال إيه الجبال اللي موجودة في شمال الهند دي اسمها جبال الهيمالاية اللي هي بتبصلها عن دولة الصين طيب رقم تسعة فيه جبال بقى موجودة هنا في داخل الهند اسمها جبال إيه؟ الغات الشرقية تمام؟ الغات الشرقية عشرة هضبة الهضبة الكبيرة اللي تشتغل بها الهند اسمها هضبة الدكن 11 نهر فيه برضو مجموعة أنهار في الهند نشوف نهر رقم 11 ده الأول ده اسمه نهر الكنج نهر الكنج ورقم 12 في نهر في الجنوب هنا اسمه نهر إيه؟ كوفري نهر كوفري رقم 13 سهل ندور الأول على الرقم كده نشوف أيوة في الغرب هنا في الجزء دوت ده اسمه سهل ميل بار ميل بار تمام؟ سهل ميل بار الرقم 14 المدينة اللي هي العاصمة عاصمة الهند نيو ديل هي ورقم 15 مدينة برضو من المدن الهمة في الهند اسمها بومبي ورقم 16 رقم 16 دي بقى مدينة داخلية اسمها حيدر أباد حيدر أباد تمام؟ كده شفنا خريطة الهند وشفنا معظم البيانات الموجودة عليها وان شاء الله مش يخرج عنها الامتحان لو جت لخريطة الهند طبعا مش كل ده بيجي لك في الامتحان يعني انت أقصى حاجة ممكن تيجي لك في سؤال الخريطة 6 عناصر فقط لكن طبعا هنا احنا بنكتر ليه؟ علشان نلملك كل البيانات اللي ممكن تيجي تعالوا نكمل ونشوف خريطة البرازيل رقم 1 دائرة طيب البرازيل بقى بتمر بيها دائرتين رئيسيتين دائرتين عرض رئيسيتين احنا خدنا الهند واحدة بس لها مدار السرطان أما بالنسبة للبرازيل فيه واحدة في شمالها هي دائرة الاستواء يبقى دائرة الاستواء رقم 1 هنا بتمر في شمال دولة البرازيل طب وفيه واحدة في جنوبها اسمها ايه؟ مدار الجدي تمام؟ يبقى كده اخدنا الدورة الرئيسية بتمر في البرازيل طيب ايه هو المحيط اللي بتطلع عليه بقى دولة البرازيل الأطلنطي؟ المحيط الأطلنطي رقم 4 هدبة هدبة كبيرة في البرازيل وما باسمها طبعا هي هدبة البرازيل طيب ناخد رقم 5 نهر نهر برضو يعتبر من اكبر الانهار الموجودة في قارة امريكا الجنوبية هو نهر الامازون رقم 6 دولة طيب تعالوا بقى نشوف طبعا فيه مجموعة دول كتير بتحيط بالبرازيل هنا جايب لك ايه؟ جايب لك دولتين واحدة في الشمال واحدة في الجنوب نشوف رقم 6 اللي في الشمال دي اسمها دولة ايه؟ جيانا جيانا الفرنسية او جيانا تمام؟ رقم 7 دولة دولة موجودة هنا في جنوب البرازيل دي دولة اوروغوي تمام ناخد رقم 8 مدينة طبعا دي العاصمة والعاصمة الحالية للبرازيل هي برازيليا 9 مدينة مدينة ساوبولو 10 مدينة ريو دي جانيرو ودي كانت العاصمة القديمة للبرازيل ناخد بالنا برضو من المدن دي عشان قريبين من بعض وممكن يلخبطوا لو جبها لك في الداخل شوية كده تبقى ساوبولو زي ما انت شايفت يعني مش ساحلية الساحلية اللي هي قريبة من الساحل كده مدينة ايه؟ ريو دي جانيرو دي كانت العاصمة القديمة وحاليا العاصمة الحالية هي طبعا مدينة ايه؟ برازيليا طيب خلصنا كده خريطة البرازيل وشفنا اهم معالمها تعالوا بقى نشوف خريطة نيجيريا ناخد رقم 1 خليج الخليج اللي بتطل عليه نيجيريا من الجنوب ده اسمه خليج غينيا خليج غينيا اتنين دولة دولة في شمالها هي النيجر ورقم 3 دولة في غربها هي بنين رقم 4 الدولة دي تسمعها ايه؟ تشاد دولة تشاد ورقم 5 الكاميرون كده شفنا الدول اللي بتحيد بدولة ايه نيجيريا يبقى هنا اخدنا رقم 2 اللي في شمالها دولة النيجر واللي في غربها دولة بنين واللي في الجزء الشمالي اللي شرقي منها دولة تشاد واللي في شرقها هنا دولة ايه؟ الكاميرون طيب رقم 6 هدبت هدبت مشهورة طبعا في نيجيريا وهدبت جوس رقم 7 نهر اهم الانهار فيها هو نهر النيجر تمام ودي ديلة النيجر هو طبعا بيسب هنا في خليج غينيا رقم 8 العاصمة العاصمة الحالية لها هي مدينة ابوجة كان لها عاصمة قديمة طبعا عاصمة ساحلية اللي هي رقم 9 هنا كان اسمها ايه ليجوس وهي تعتبر دلوقتي العاصمة الاقتصادية تمام ومن اكتر المدن تكدس في السكان اللي بتركز فيها السكان بكسرة لكن عاصمتها الحالية هي مدينة ابوجة يعني مدينة داخلية رقم 10 مدينة اي اي بيدين تمام كده شفنا خريطة نيجيريا تعالوا مع بعض نكمل ونشوف خريطة ألمانيا واحد بحر ده بحر الشمال اما اتنين ده المسطح المائي البحر البلطي رقم 3 رقم 3 دولة برضو في مجموعة دول كتير بتحيط بألمانيا الدولة الكبيرة بادي دولة فرنسا رقم 4 دولة تشيك دولة تشيك تمام طيب رقم 5 الدولة دي اسمها الدينو مارك 6 جبال القلب جبال القلب طيب رقم 7 النهر ده نهر ايه نهر قلب برضو في مجموعة انهار زي ما انت شايف اهوت بتجري على سطح ألمانيا ده رقم 7 قلنا نهر قلب فيه بقى رقم 8 ده نهر الراين نهر الراين تمام برضو من اهم الانهار فيها رقم 9 مدينة هامبورغ من اشهر المدن طبعا الالمانية ورقم 10 مدينة برلين العاصمة رقم 11 مدينة ميونيخ كده شفنا عرفنا طبعا الدول وعرفنا المسطحات المائية وعرفنا المدن ناخد بالنا من توزيع الارقام كويس يا شباب تعالوا نكمل ونشوف خريطة الولايات المتحدة الامريكية رقم واحد هنا المحيط طبعا هنا في غربها المحيط الهادي والمحيط لو المحيط قالك في شرقها هنا هيبقى الاطلنطي لكن هو جايب رقم 2 هنا خليج ده خليج المكسيك أما الدولة رقم 3 اللي في شمال هدي دولة كندا والدولة اللي في جنوبها دي رقم 4 دولة المكسيك خمسة الجبال الجبال اللي في شرقها هي الأبلاش والجبال اللي في غربها الجزء ده كده هنا دي اسمها جبال روكي خد بالك بقى فيه جبال كمان هنا قريبة من السحل اسمها جبال كاسكيد طيب رقم 8 هدبت كولورادو تمام هدبت كولورادو رقم 9 النهر ده يعتبر من أهم الأنهار في الولايات المتحدة هو نهر الميسيسيبي وبيصب في خليج المكسيك رقم 10 مدينة المدينة هنا اللي هي العاصمة واشنطن مدينة ايه واشنطن أما هنا المدينة رقم 11 دي مدينة نيويورك مدينة سحلية هنا على ساحل المحيط الأطلنطي رقم 12 مدينة بتقع فيه جنوب البحيرة دي دي بحيرة ميتشيجن والمدينة اللي بتقع فيه جنوبها دي مدينة ايه شيكاغو بتعتبر من المدينة الصناعية الهمة في الولايات المتحدة رقم 13 مدينة بتطل على المحيط الهادي موجودة على الساحل الغربي لأمريكا طبعا هي مدينة سان فرانسيسكو كده شفنا خريطة الولايات المتحدة وبكده بنكون خلصنا مراجعة الخريطة ان شاء الله ما يخرجش عنها الامتحان بإذن الله دي أهم البيانات في كل خريطة بتمنى لكم التوفيق شكرا ان شاء الله في الحلقات القادمة هناخد مع بعض أسئلة أخرى أسئلة اختيارات وأسئلة تفسير ونتائج انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة